الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الربكم عز وجل في أيام دهركم لنفحت ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا ومن أهم النفحات في كل عام نفحات هذا الشهر العظيم الفضيل الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر قال في حقه نبينا صلى الله عليه وسلم من صام عمضانا إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام عمضانا إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر يوما ووضع قدمه على الضاجة الأولى وقال آمين ثم وضع قدمه على الضاجة الثانية وقال آمين ثم وضع قدمه على الضاجة الثالثة وقال آمين فسألوا الصحابة عدوان الله عليهم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم وضعت قدمي على الضاجة الأولى فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم وضعت قدمي على الضاجة الثانية فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين ثم وضعت قدمي على الدرجة الثالثة فجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم الدين مع هذا الشهر العظيم تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وينادي مناد من قبل رب العزة عز وجل يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقسر في هذا الشهر تتواصل أعمال الخير من الصلاة والصيام والقيام والإطعام وقعاءة القرآن والذكر ومدرسة العلم ومن باب مدرسة العلم في هذا الشهر الفضيل العظيم يأتي هذا البرنامج رؤية للدين والحياة يؤسس لخطاب تجديدي بفكر مستنير يعيش واقعه ويعمل العقل في فهم صحيح النص مع المحافظة على ثوابت الشيح نحاول من خلاله أن نعيد قراءة بعض النصوص في ضوء متطلبات وقضايا عصرنا وزماننا وبيئتنا وواقعنا لا قضايا ولا متطلبات العصور السابقة وواقع خير واقعنا نحاول أيضا من خلاله أن نقدم رؤية مستنرة إن شاء الله حول كثير من القضايا الشائكة ونعمل من خلاله على تصحيح كثير من المفاهيم القاطئة ونلقي الضوء على عدد من الموضوعات الهمة مثل مفهوم العلم النافع مخاطر زواج القاصعات حق الجوار الدولي صدق الدول مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر الكليات الست جزاء المفسدين والموجفين في الأرض فلسفة الحرب والسلم والحكم المفهوم الواسع لإطعام الطعام لوازم الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مقاصد السنة النبوية حق الوطن على أبنائه مقومات بناء الشخصية فقه بناء الدول ويأتي هذا التناول وهذا البرنامج منهجيا من خلال تناول بعض الإصدعات التي أصدعتها وزاعة الأوقاف المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مع وزاعة السقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب وأول كتاب نبدأ بتناوله من هذه السلسلة كتاب مكارم الأخلاق لماذا نبدأ بهذا الكتاب في هذا البرنامج مكارم الأخلاق نبدأ به اتساقا مع طبيعة وفضائل هذا الشهر العظيم فارمضان شهر مكارم الأخلاق وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك وحثنا إليه فقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة جنة أي وقاية وقاية من عذاب الله يوم القيامة إن شاء الله ووقاية من المعاصي ووقاية من سيئ الأخلاق يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يعرفظ ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب وإن ساببه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم بعض الناس خطأا أو جهلا أو عدم فهم لحقيقة الصيام إذا جاء رمضان يقول دعني فإني ضائق الخلق ضيق الخلق يقول لا تعتم عليه إنه الآن صائم وكأن الصيام يؤزم حاله أو يضيق أخلاقه مثل هذا النوع من الناس لم يصم حق الصيام ولم يفهم حقيقة الصيام فالصوم يقول عزيمة ويضبط السلوك ويضبط الأخلاق ويقوم أخلاق صاحبه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يجعل ولا يصغب وإن ساببه أحد أو شاتمه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن سبه أو شتمه لأن صيغة ساببة وشاتمة صيغة مفاعلة في أحراك بين شخصين أي أن هناك شخصاً آخر يستفزك ويحملك على المساببة حملاً ويحملك على المشاتمة حملاً إلا أنك تستمسك بحبل الله وتعتصم بصيامك وتقول إني صائم إني صائم والصائم الحق لا يشتم ولا يسب ولا يتطاول ولا يقوم بأي عمل لا يتسق مع مكارم الأخلاق فعمدان هو شهر مكارم الأخلاق وديننا دين مكارم الأخلاق ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فمع أهمية الصلاة والصيام والزكاة والحق وسائر العبادات ومع كونها الأركان الأساسية لديننا الحنيف إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل جئت لأعلم الناس الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج وإنما قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لأن العبادات الحقيقية هي التي تحمل على كريم الأخلاق ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما أكسر ما يدخل الجنة على رسول الله لم يقل كصرت الصلاة ولا كصرت الصيام وإنما قال تقوى الله وحسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقعبكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويألفون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما شئت وأدع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ومن الخلق الحسن القول الحسن والفعل الحسن يقول الحق سبحانه وقول للناس حسن ويقول سبحانه وقل لعبادي يقول التي أحسن نسأل الله أن نكون منهم وأن يجملنا سبحانه بأحسن الأخلاق ومكائم الأخلاق والسلام عليكم ورحمة الله وبعاكاته